اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن اكيوت كيدني انجري او الاعتلال الكلوي الحاد او اصابة الكلة او تدهور الكلة بشكل حاد ايه هي الاسباب بتاعته ازاي بنشخصه ازاي بنعالجه وايه هي الحالات اللي بنحتاج نغسل فيها كلة للمريض طوارئ في حالات الاي كي اوي حلقتنا النهاردة مخصصة للاطباء وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو في البداية لو حضرتك طبيب او عندك بزنس طبي او في المجال الطبي عموما وعايز تظهر على السوشيال ميديا وتظهر اولاين عموما بشكل قوي بشكل جبار يليق بيك وبالمؤسسة او البزنس الطبي اللي حضرتك بتعمله لان زي ما احنا عارفين الاعتماد ما بقاش على يوفط ولا على التلفزيون حتى كله دلوقتي على الانترنت والسوشيال ميديا فعايز اقول لحضرتك ان في شركة اسمها ديجيتال دوكتورز هتكون اختيار قوي بالنسبالك وهيفيدك كتير جدا جدا هسيب لك الرابط بتاعهم تحت في الوصف اسفل الفيديو اكيوت كاديني انجري هو تدهور سريع في وظائف الكلا بينتج عنه عدم كفائتها في فلترة الدم وفي التخلص من النيتريجيناس ويست بروتكس اليوريا طبعا ومشاكل كتير زي ارتفاع البوتاسيوم زي الاسيدوزيز او حامضية للدم وما الى زلك زي ما هنعرف ولما جات الكديجو المنظمة المشهورة دي تعرف فالأكيوت كاديني انجري قالت ان الكرياتينين لو رفع ثلاثة من عشرة ميلي جرام برديسي ليتر في اخر تمانية واربعين ساعة فده أكيوت كاديني انجري او لو رفع مرة ونص الطبيعي الطبيعي ده بتاع المريض ده فاخر سبعة ايام لو رفع مرة ونص عنه فكده أكيوت كاديني انجري او لو اخراج البول قال المريض بدأ يخرج أقل من 5 من 10 ملي لتر لكل كيلو في الساعة لمدة 6 ساعات فده acute kidney injury يعني المريض لو وزنه 100 كيلو جرام نص ملي لكل كيلو يبقى بيخرج 50 ملي في الساعة في 6 ساعات يبقى المفروض يخرج 300 ملي لو قال عن هذا الرقم قال عن 300 ملي في 6 ساعات دول يبقى المريض ده عنده acute kidney injury وطبعا مصطلح acute kidney injury أفضل وأعم وأشمل من مصطلح acute renal failure احنا في acute kidney injury بنتعامل مع أي إصابة ومع أي مشكلة في بدايتها مش لازم نوصل طبعا لدرجة failure المريض اللي عنده acute kidney injury أحيانا كتير بيكون asymptomatic معندوش أي أعراض وبنكتشف بالصدفة المريض محجوز عندك عنده نومونيا التهاب رئوي أو عنده gastroenteritis أو عنده MI جلطة في القلب أو عنده stroke وتيجي تعمله روتيني كده وظائف الكيلو تلاقي الكرياتينين عالي والبيوين عالي أو اليوريا عالية فأحيانا كتير تكون بدون أعراض لكن في بعض الأحيان التانية بيبقى فيه شوية أعراض ممكن تظهر على المريض زي طبعا الغتيان، القيء، فقدان الشهية، إحساس بضعف عام أحيانا الرتفاع في ضغط الدم أحيانا تغير في لون البول ممكن يبقى أحمر أو غامق أو حاجات زي كده ممكن قلة في إخراج البول في بعض الحالات لكن أحيانا المريض اللي عنده acute kidney injury يجي لك بمشاكل خطر تهدد حياته زي طبعا ممكن يجي ببلموناري إديمة أو ارتشاح رئوي نتيجة الفوليوم أوفرلود لو حصل المريض عمال ينهج مش عارف يأخذ نفسه أكسجينه قليل تيجي تسمع صدره تلاقي ريلز مريض آخر ممكن يجي بقى الرزميا اختلال في ضربات القلب بسبب ارتفاع البوتاسيوم أحيانا مريض آخر ممكن يجي بيروميك بريكارديتس يجي لك عنده قرم في الصدر بيتغير مع الوضع لما يميله قدام لما يتعدل بيزيد ويقل مع النفس ممكن يبقى معاه شوية ارتفاع في درجة الحرارة لو كان البريكارديتس ده جديد ممكن المريض ده يدخل في هايبوتينشن ويدخل في شوك كمان من المشاكل الخطيرة للإي كي آي هي يوروميك انسيفالوباثي من يحصل مشاكل على المخ والأعصاب المريض يبقى متوه المريض ممكن يدخل في تشنجات المريض يحصل له كوما أو وتعالوا مع بعض دلوقتي نعرف ايه هي أسباب الأكيوت كيدني أنجري طب تعالي بس بص يا صديق العزيز لو سألت أي حد وقلت له إيه أسباب الأكي آي هيقول لك بري رينال ورينال وبوست رينال عايز أقول لك أن الكلام ده صح هو بري رينال ورينال بوست رينال طبعا صح وتعالى نتكلم عنه محدة واحدة بري رينال كوزيز يعني أسباب قبل الكلة يعني معناها أن الدم اللي رايح للكلة قليل فحصل رينال هايبو برفيوجن يبقى المشكلة كلها قبل الكلة وده بسبب يا أمة الانترافاسكولار فوليوم قليل فعلا حصل فقدان للدم أو للسوايل اللي في الدم مريض عنده إسهال عنده قيء حاجات زي كده فبيفقد سوايل كتير يدخل في ديهايدريشن ويدخل في بري الرينال أكيوت كيني انجري مريض تاني كان في حدثة مريض نزف لأي سبب مريض كان في جراحة ونزف في الجراحة كتير يبقى نزيف برضو أحيانا إكسيز في دايوريسيز المريض بياخد مدرات بول بشكل عنيف ممكن تعمل كده مريض مش بيشرب مية مش بياخد سوايل بالكميات المناسبة ليه مريض محجوز في المستشفى مثلا بسبب نومونيا أو بسبب ستروك أو بأي سبب تاني مش بياخد مية مش بيشرب مية بالشكل الكافي يا إما المريض عنده يعني عنده كمية الدم مش قليلة لكن الإفكاسي بتاعتها هي القليلة مش واصلة للكلة بشكل كويس بسبب إيه؟ مشكلة في القلب مثلا واحد عنده إما آي كمية الدم كويسة بس جاله إما آي جالطة في القلب القلب مش قادر يضخ الدم بشكل كويس للكلة أو عنده هارت فاليار أو عنده تامبونات يبقى المشكلة في المضخة مش في كمية الدم أو واحد تاني فقط الدم من لجوه الأوعية الدموية إلى خارج الأوعية الدموية زي ما بيحصل في حالات البرتونايتس أو أحيانا بانكرياتايتس أو مريض آخر حصل له loss of systemic vascular resistance الإنقباض والمقاومة بتاع الأوعية الدموية حصل فيها dilatation والresistance دي مشت بسبب حاجة زي الانافلاكتك شوك مثلا أو أحيانا سيبتك شوك يبقى أول مجموعة من الأسباب بتعمل E.K.O.I هي فعلا البريرينالكوزيس أسباب قبل مستوى الكلة بتخلي الدم ما يوصلش كويس للكلة المجموعة التانية من الأسباب هي رينالكوزيس يعني أسباب في الكلة نفسها وعشان نعرف الأسباب دي عايز أقولك بقى إن الكلة نفسها أو الوحدة الوظيفية للكلة اللي هي النفرون بتتكون من الجليومرولاس دي هذه الكتلة اللي مسؤولة عن فلترة الدم بيدخلها أفرنت أرتريول ويخرج منها أفرنت أرتريول وهي تفلتر الدم والفليود والإنفلتريتس اللي بتخرج منها بتمشي في التيوبيولز بعدها بروكس مالتيوبيولز وديستالتيوبيولز والحاجة دي زي ما احنا عارفين وهذا الأفرنت أرتريول اللي خرج من هذه الجليومرولاي بيلتف حوالين هذه التيوبيولز مرة تانية ويبدأ يحصل بينه وبين هذه التيوبيولز ري أبزوربشان وسيكريشان مرة تانية يعني برضو بيحصل مزيد من التبادل للفليويتز والإلكترولايتز برضو سوديوم بوتاسيوم كرياتينين يوريا وما إلى ذلك بعد كده بتتحول هذه الإفرنت أرتريولز إلى فينيولز بعد ما كانت شوريانية أصبحت وريدية وتتجمع تتجمع عشان تدينها رينالفين وهذه الأنابيب اللي تجمعت من الجلميرولاي بتتجمع تتجمع عشان تدينها في الآخر البول يخرج برا الجسم فبعد ما عرفنا الموضوع ده لما نقول رينالكوزز ممكن يبقى المشكلة فين يأما في الجلميروس زي ما بيحصل جلميرونفريتز يأما في التيوبيولز هذه الأنابيب يأما في البلود فيسلز هذه الأوعية الدموية يأما في الأنترستيشيوم اللي هو الأنسجة أو المساحات اللي ما بين النيفرونز اي جزء من دول يعتبر رينالكوز ومن أشهر الرينالكوزز حدوثا هو بيحصل في هذه التيوبيولز أن الخلايا بتاعتها الإبيثيريا السلز المبطنة لها بيحصل فيها نيكروزيز ويحصل فيها دمار وبالتالي يحصل انسداد جزء في هذه الأنابيب والجي إف آر يقل عموما ويبدأ بقى اليوريا تعلى والكرياتينين يعلى وما إلى ذلك وممكن هذا الدمار يحصل لهذه الخلايا بسبب حاجة من اثنين يأما بعض الأدوية والنفروتوكسيكو إيجنتس الأخرى أدوية زي الأمينو جوليكوسويتز مثلا جنتمايسين والأميكاسين زي ما احنا عارفين ممكن الهيفي ميتالز زي الليد ممكن اليوريك أسد زي في حالات المريض كان عنده ورم سرطاني مثلا وبدأ ياخد كيماوي فالكيماوي بيكسر الخلايا الخلايا فيها اليوريك أسد كتير يطلع اليوريك أسد ده ييجي على تيوبيولز يعمل فيها دمار في هذه الخلايا المبطنة لهذه تيوبيولز كذلك المايو جلوبين اللي بيطلع برضه من المسل دامج زي حالات الربديوميولوسيز ممكن يعمل كده كمان طبعا بعد الصبغات المريض لو يقولك ان عملت أشعب الصبغة ممكن برضه تعمل كده فكل هذه الأسباب ممكن تعمل أكيوت يوبيولر نيكروزيز كمان البري رينال كوزيز اللي تكلمنا عنها قبل كده ممكن يعمل أكيوت يوبيولر نيكروزيز لأن هذه الخلايا هي خلايا بتحتاج دم برضه فلما يبقى فيه رينال هايبو برفيوجن يعني الدم اللي رايح للكلأ قليل هذه الخلايا بيحصل فيها سكيميا وممكن يحصل فيها نيكروزيز لو الموضوع طول شوية يبقى البري رينال كوزيز لو طولت شوية ممكن تعمل أكيوت تيوبيولر نيكروزيز ويميز هذا النوع شوية إن إحنا لما نعمل للمريض تحليل بول بنلاقي فيه براون جرانيول الكاست دي حاجة شوية تميز الأكيوت تيوبيولر نيكروزيز وأحيانا نلاقي إبيثيليل سيلز النوع الثاني الشهير من الرينال كوزيز هو أكيوت انترستيشال نيفريتس يبقى حصل تغلغل بالإنفلاماتوري سيلز لهذا الانترستيشيام زي ما احنا قلنا انترستيشيام الفراغات اللي ما بين النيفرونزي دي أو الأنسجة اللي ما بين النيفرونزي دي وده غالبا بيكون بسبب دراج هايبر سنسيديف دي ري اكشن يعني التحسس من دواء معين بيعمل كده ومن أشهر الأدوية اللي بتعمل كده هي المسكنات الغير استرويدية برضو البنسيلين ممكن يعمل كده سيبروفلوكساسي ممكن يعمل كده سيازايد فروزامايد سالفونامايد ألوبورينول وغيرهم كمان بعض الأمراض المناعية ممكن تعمل كده برضو يبقى السبب مناعي زي سيستومكلوبس اريثيماتوزز أحيانا ساركويدوزز وأحيانا جوجرين سندروم والمريض بتاعنا ممكن يكون معاه أوليجوريا يعني ممكن يبقى معاه قلة في البول وأحيانا ما يكونش معاه ممكن يبقى معاه شوية فيفر ارتفاع في درجة الحرارة شوية تراش في تحليل الدم ممكن يلاقي الزينوفيليا يعني الزينوفيلز زيادة شوية ممكن كمان ألثرالجيا ممكن في تحليل البول يلاقي الزينوفيلز كتير في البول برضو وفي هذه الحالة اللي هي أكيوت انترستيشن نفريتس بيكون العلاج بإيقاف الدواء المسبب أيضا أو لو كان مرض مناعي بنعالجه فلما بنوقف الدواء إن شاء الله المريض ممكن يتحسن أما لو ما وقفناش الدواء أو الموضوع بدأ يزيد ممكن يدخل في حاجة اسمها بابيلاري نيكروزز البابيلاري نفسها يحصل فيها نيكروزز أجزاء كبيرة والمريض يبقى معاه هيماتوريا ومعاه فلانكبين لو الموضوع زداد سوء يعني النوع الثالث المشهور من الرينالكوزز هو أكيوت جولومرونفريتس ومن اسمه الجولومرولاي نفسها هو اللي حصل فيها انفلاميشن أو حصل فيها التهاب وفي الوقت ده الكابيلاري برميابلتي بتزيد والجولومراي دي في الأحوال الطبيعية مش بتخرج البروتينز البروتينز دي حجمها كبير ولا كرات الدم الحامرة أما لما يكون فيها التهاب والكابيلاري برميابلتي بتاعتها تزيد وفيها خلايا يحصل فيها دسة وما إلى ذلك فالبروتينات وكرات الدم الحامرة تبدأ تخرج في البول فنلاقي في تحليل البول بتاع المريض اللي عنده جولومرونفريتس نلاقي فيه بروتونوريا نلاقي فيه هيماتوريا ممكن نلاقي أربيسيس كاستس ممكن إذا المريض بتاعنا ضغطه مرتفع المريض نفسه ممكن يبدأ يورم وشه يورم ورجله يورم وجسمه يورم واللي بيسبب الجولومرونفريتس هو انفلاميشن التهاب بيكون مناعي نتيجة إميون كومبليكس يأم الفاسكولايتس الفاسكولايتس زي ما احنا عارفين التهابات الأوعية الدموية غالبا برضو بتبقى بسبب مناعي أيضا فالجولومرونفريتس ممكن تكون بعد عدوة زي مثلا بوستستريبتو كوكل جولومرونفريتس أو ممكن تكون بسبب مرض مناعي زي سيستيميك لوبس إريثماتوزيس أو آي جي اي نيفروباتي أو أنتيجلومرات بيزمنت من برين ديزيز اللي منقول عليه جوتباس شارسندرو وده مرض غالبا بيأثر على الكلة وعلى الرئة المريض ممكن يبقى معه هيموبتسيز أو بيكوح دم مشاكل تانية تبع الرئة أو تكون بسبب فاسكولايتس زي ما قلنا يبقى ده السبب التالت في الرينالكوزيز المشهور أصهر ثلاث أسباب في الرينالكوزيز هما لكن طبعا في أسباب أخرى زي ما حضرتك شايف المجموعة الثانية من الأسباب هي بوست رينالكوزيز بوست رينال يعني بعد مستوى الكلة خلاص الكلة قامت بدورها لكن فيه انسدات بعد مستوى الكلة مريض عنده البروستات البروستات بتاعته متضخمة وبتشوفها كتير في كبار السن الرجالة كبار السن فتعمل انسدات في ماجر البول ويحصل باك بريشر وما إلى ذلك مريض تاني عنده يوريثيرال أبستركشن انسدات في القناة البولية مريض آخر عنده بيلاترال يوريثيريك ستونز عنده أبستركشن على الحالبين نتيجة حصوات أو نتيجة كانسر أو نتيجة ماس أي حاجة المهم من الحالبين فيهم انسدات وفيه هايدرونفروزيز على النحيتين فالمهم أن البوست رينالكوزيز أي انسدات ما بعد الكلة ممكن يعمل أكيوت كيدني انجري ودلوقتي تعال مع بعض نتكلم عن الفحوصات اللي تعملها للمريض اللي عنده أكيوت كيدني انجري طب تعال بس تعال تعال بص يا صديق العزيز قبل ما تعمل فحوصات للمريض بتاعك لازم تاخد منه تاريخ مراضي مفصل طبعا هيفيدك كتير جدا جدا وممكن يوضح لك التشخيص من الأساس نشوفه هل بياخد أي نفروتوكسيك دراجز ولا لا زي ما قلنا هل بياخد مسكنات هل عنده أمراض مزمنة زي الضغط أو السكر أو عنده أمراض مناعية زي الزئبة الحمرة أو سيستيمة لوبة إرهيسيماتوزيس وغيرها هل فيه تاريخ مراضي لنزلة معاوية قريبة مثلا أو كان مش بيشرب مية لأي سبب هل كان بياخد علاج كيمياء ومثلا ده يكون تيومر لايسي سندروم هل اتحجز في المستشفى قريب بسبب ستروك مثلا فيكون ما بيشربش مية أو مش بياخد سوايا الكفاية أو كان عنده إما آي أو هارت فيليار يكون هو السبب فتاخد تاريخ مراضي بشكل كويس من المريض كمان تفحص المريض بتاعك بشكل كويس جدا شوف مثلا هل عنده علامات للجفاف زي مثلا الأخشية المخاطئة بتاعته جفة المريض أصلا عنده الخفيفات في ضغط الدم ضربات قلبه سريعة كمان فيه شوية علامات في كل السيستيم أو كل جهاز هنتكلم عنه وما يعني يرخمين شوية بس ما عليش ممكن يفيدوك كتير زي مثلا خلينا هنتكلم أول حاجة على المريض لو عنده بيربرا بالبابولبيربرا او عنده مالراش تفكر في سيستيبيكلوبس مثلا او تفكر في فاسكولايتس مريض لو عنده ماكلوبابيولار راش ممكن يكون عنده الليرجيك انترستيشل نيفريتس نييجي بعد كده على العين المريض لو عنده كنجنكيطيفايتس او درايكونجنكتايفا او كيراتايتس او حمر وارف العين او مشاكل من دي ممكن برضو يقولك ان ده فاسكولايتس مريض اخر عنده جوندس وصفرار او مثلا على الازون نيجي بعد كده على الأزن المريض لو معاه hearing loss فقد السمع ممكن يكون بسبب نفروتوكسك دراكزز زي الأمينو جليكوسويدز وهي بتعمل أوتوكسيستي بالإضافة للنفروتوكسيستي مريض لو عنده آلسرز ممكن تكون برضو جزء من فاسكولايتس بعد كده نفحص القلب المريض لو عنده ميرمر ممكن يكون عنده اندوكاردايتس أو فالفولار هارت ديزيز ويكون عامل هارت فيلير وهو ده السبب اللي داخره في اي كي اوي مريض ممكن يكون عنده آرزميا اختلال في ضربات القلب اي اف مثلاً يكون بسبب ارتفاع البوتاسيوم أو يكون هو السبب أصلاً للعمل اي كي اوي المريض عنده كونجستد نيك فينز أو انكريز جاجولور فيناس بريشار ممكن ده برضو يقولك ان المريض في هارت فاليير لو سمعت بريكاردافريكشور راب في حالات البريكاردايتس مثلاً بعد كده ندخل على البطن أو الأبدومن ممكن تلاقي مثلاً بلادر ديستنشن المسانة البولية منتفخة وقد كده الراجل عنده يورينري ريتنشن انحباس في البول ممكن تلاقي بيلفك او ريكتال ماس البروستات مثلاً متضخم وتيجي بالفحص الشراجي او بفحص الحوط تلاقيها ممكن تلاقي فلانك بين او تندرنس في حالات زي البايولونيفرايتس مثلاً او الهايدرونيفروزز كمان طبعاً تفحص الشست او الصدر وتسمع المريض ممكن تلاقي ريلز في حالات البلموناري اديمة طبعاً ممكن المريض يكون بيكح دم في بعض الحالات زي الفاسكولايتس او مثلاً انتيجلومرال بيزمينت ميمبرين ديزيز اللي كنا بنقول عليه جود باستر سندروم ودلوقتي هنتكلم بقى على الفحصات مع لش اتأخرت عليك شوية بس كان لازم نقول الكلام ده بالنسبة للفحصات اول حاجة بتعملها للمريض بتاعنا والليلناس كل اعرفها ان احنا نعمله كرياتينين و بيو ان او يوريا طبعاً هنلاقيهم عليه وفيه هنا ملحوظة صغيرة عايزك تعرفها ان فيه حاجة اسمها بيو ان تو كرياتينين ريشيو بنشوف ده مقابل ده لو كان اكتر من عشرين عشرين لواحد فده يشير الى حد ما ان ده بري رينال كوزيس ان فيه رينال هايبو برفيوجن الدم مش واصل كويس للكلا فالنقطة دي مهمة الفحص اللي بعد كده اللي بتعمله والمهم جداً هو تحليل البول يورين اناليسيس ما تستهترش بيه اي نعم في حالات البري رينال والبوست رينال ممكن يطلع طبيعي لكن كمان في حالات كتير ممكن يفيدك جداً زي ما قلنا افرد لقيت فيه براون جرانيولا كاستس ده يقولك ان ممكن تكون دي اكيوت تيبلون نكروزيس افرد لقيت فيه بروتونوريا وهيماتوريا واربيسيس كاستس فده يقولك ان فيه جلومرونوفريتس ممكن تلاقي مايو جلوبونوريا في حالات زي الربدوميوليسيس مثلاً كمان ممكن تلاقي الويت بلاد سيلز عالية ليقولك ان فيه انفكشن او بيلونيفريتس واحياناً في حالات الاكيوت انترسيشن نيفريتس وممكن تلاقي في الحالة دي الازونوفيلز زيادة في البول كمان تحليل البول وتحليل المعادن في البول بيفيدك كتير في حتة التفرقة بين هل ده بري رينال كوز ولا تيوبلر انجري هل السبب قبل الكلة ولا مشكلة في التيوبيولز زي مثلاً مستوى السوديوم في البول لو كان السبب بري رينال فبنلاقي مستوى السوديوم قليل في البول الكلة بتلاقي الدم اللي وصل لها قليل فمش بتخرج السوديوم تقولهم يا جماعة حافظوا على السوديوم عشان احنا عندنا هايبوفوليميا فتلاقي السوديوم اللي خارج في البول قليل اما لو كان تيوبلر انجري فبتلاقي السوديوم كتير يعني في البريرينال كوز بتلاقيه اقل من 10 في التيوبلر انجري بتلاقيه اكتر من 40 كذلك الامر في البريرينال كوز بتلاقيه اقل من 1% Trupular Injury بتلاقيه أكثر من 1% كمان الأزمولالتي لو استها في البري رينالكوزيز بتلاقي الأزمولالتي أكثر من 500 البول مركز أما في Trupular Injury بتلاقيه أقل من 350 كذلك لو أسمت الأزمولالتي بقى بتاعة البول على بتاعة البلازماجم urinary tuber asthma في حالة البريرينالكوزيز هتلاقيها أكثر من 1.5 أما في حالة Trupular Injury هتلاقيها أقل من 1.5 فدي فرقات مهمة بتساعدك كتير كمان فيه تحليل اللي هو 24 hour يورينري كرياتينين نخلي المريض يجمع بول 24 ساعة ونحسب الكرياتينين جواه عشان نحسب بالدقة كرياتينين كليرانس لكن بصراحة مش بيتعمل كتير اي حاجة فيها تجميع 24 ساعة يعني مش عملية اوي الفحص اللي بعد كده والمهم جدا هو الصنار اشعة تلفزيونية على البطن والحوض طبعا كل الاسباب اللي هي الانسدادية هتبينها لك ان شاء الله يعني لو فيه هيدرونفوزز لو فيه ماس لو فيه يورينري ريتينشن لو فيه حاجات كتير اوي في الانسدادية السنار بتبينها كمان حجم الكليتين مهم جدا لان انت اصلا لو لقيت حجم الكليتين زغير فغالبا ده كورونيك كدني ديزيز اصلا وانا عامل فيديو قبل كده عن ازاي بنفرق بين والسي كي دي الفحص اللي بعد كده اللي بنحتاجه فيه بعض الحالات اللي هي اشعة مقطعية على المسالك البولية يقولك عليها سي تي يو تي ده طبيب المسالك بيطلبها غالبا لما يلاقي مثلا حاجة زي هادرونفروسيز ومش يلاقي السبب فين بالزبط ولا الحصوات فين بالزبط مش تلعب الصنار ففي الغالب يعني في حالة زي دي يقولك اعمل له اشعة مقطعية على المسالك البولية كمان طبعا المريض بتاعنا بنعمله سور الدم كاملة عشان برضو لو فيه كرة الدم البيضة عالية يقولك ان فيه انفكشن في عادو عند المريض زي اليو تي اي مثلا ممكن نلاقي انيميا في حالات الكورنيكيدي ديزيز او المريض نفسه نزف كميات كبيرة منكم يبقى عنده انيميا ممكن نلاقي البليتلت او الصفايح الدموية قليلة في بعض الحالات زي مثلا في رومبوتك مايكروانجيوباتي حالات اللي هي زي التي بي والاتشيو اس كمان ممكن تكون الصفايح الدموية دي قليلة في حالات الليفر ديزيز مثلا كمان فيه تحاليل تانية بنعملها عشان نقيم الحالة زي طبعا الاي بي جي ما ننساهوش غازات الدم الشوريانية عشان نشوف فيه اسيدوزيز ولا لا ودركتو قد ايه ونتعامل معاه ازاي زي ما هنعرف بعد كده كمان طبعا الايكترولايتس مهمة جدا سوديوم بوتاسيوم اللي ممكن يكون عالي كالسيم اللي ممكن يكون قليل فوسفورس ممكن يعلى يوريك اسيد اللي ممكن يعلى برضه في بعض الحالات زي ويعتبر الفحوصات اللي انا قلتها دي هي الفحوصات الاساسية اللي تقريبا بتنطلب لكل الناس لكن فيه بعض الفحوصات التانية على حسب كل سبب وعلى حسب انت شاكك في المريض بتاعك في ايه افرد المريض عنده نقص في الصفايحة الدموية فانت شاكك في التي تي بي والاتش او اس ممكن تعمله بريفرال بلاد سمير ممكن تلاقي فيها شستوسايتس مريض اللي ايد عنده ارتفاع في البوتاسيوم فطبعا لازم تعمله رسم قلب او لو من الاساس انت خايف لا يكون المشكلة من القلب من الاساس عنده اما اي او هارتفاليا فطبعا لازم رسم قلب في حالات الهايبركاليميا زي ما احنا عارفين ممكن نلاقي طول تي ويف او بيج دي ويف ممكن نلاقي الQRS كومبليكس بدأ التوسع ممكن الستي دي بريشان بدأ يظهر حاجات زي ما كده احنا اتكلمنا قبل كده عن الهايبركاليميا في حلقة كاملة مريض لو انت شاكك انه عنده مالتوبول ميلومة عنده بون ايكس عنده هايبركالسيميا عنده حاجات من دي فانت شاكك انه عنده مالتوبول ميلومة فانعمله سيرم بروتين الكترو فريسز هنلاقي الام بروتين عالي او مونوكلونالسبايك مريض انت شاكك انه عنده سيستيميك لوبس اريثيماتوزز تعمله ANA تعمله كومبليمينت ليفلز ANA هتلاقيه عالي C3 وC4 هتلاقيهم قليلين لو في اكتيفتي مريض انت شاكك في البوستستريبتو كوكالجرومروفريتس يعني قالك انا كان عندي برد من اسبوع ولا اسبوعين وتحليل البول بتاعه فيه بروتينوريا وهيماتوريا وكده فانت شاكك في البوستستريبتو كوكالجرومروفريتس تعمله ASO تيتر وتعمله كومبليمينت ليفل هتلاقيه C3 قليل لو شاكك ان السبب فاسكولايتس هتعمله ANCA لو شاكك في الانتيجلومرابيزمنت ممبرين ديزيز هتعمله تحليل اللي هو اسمه انتيجلومرابيزمنت ممبرين أنتيبودز لو شاكك في الربدوميولوسز هتعمله كرياتينين كينيز ومايو جلوبين انيورين شاكك في رينال ارتريستنوزز تعمله دوبلر ألترا ساوند كمان بعد الأسباب التانية اللي قدامك دي ممكن نحتاج لها أورتورينال أنجيوجرافي بس مش بنعمله كتير وأخيرا بايوبسي ممكن بعد الحالات نحتاج لها بايوبسي لو التشخيص بعد التاريخ المرضي والفحوصات مش واضح إلى حد ما فطبيب الكلة ممكن يطلب بايوبسي لهذا المريض أو لو مريض بالفعل أخد العلاج بتاعه وما زالت وظائف الكلة مش رادية تستجيب برضو طبيب الكلة ممكن يطلب لها بايوبسي وبعد الحالات الأخرى تايمة موجود قدامنا كده ممكن نحتاج لها بايوبسي بس طبعا ده بيكون بأمر طبيب الكلة لكن ليك انت في البداية التحاليل المهمة أو الفحوصات المهمة هو البيوين والكرياتينين يورين أناليسيز أو تحليل البول أشعة تلفزيونية على البطن والحوض صور الدم كاملة غزات في الدم الشرياني المعادن بما يشمل سوديوم بوتاسيوم كالسيوم فوسفوراس يوريك أسيد وأخيرا إي سي جي ودلوقتي عايزك تصحصح معي عشان هنروح نتكلم على إزاي بنعالج الإي كي آي طب تعال بس تعال تعال أهم حاجة بالنسبة لك أنت كطبيب حديث التخرج أو طبيب طوارئ في علاج الإي كي آي هي الحالات الطارقة المهددة لحياة المريض صح ولا لا؟ لأنه بعد كده الحالات الأقل خطورة ممكن تحولها بقى لمستشفى مثلا فيها نيفرولوجي أو توديها اسم البطن أو اسم الكلة وما إلى ذلك لكن الحالات الخطر المهددة لحياة لازم تتعامل معها كمان عايز أقول لك أن الحالات اللي هي البريرينال والبوسترينال سهل إن إحنا نتعرف عليها ونعالجها يعني عايز أقول لك برضو أن إنت ممكن تتعامل مع الحالات دي وخلي حالات الرينال يعامل طبيب الكلة فتعال مع بعض نبدأ نتكلم أول حاجة عن الحالات الخطر دي هنتعامل معها زي أول حالة وهي المريض لو كان في إي كي آي ومعاهي ارتفاع في البوتاسيوم ارتفاع في البوتاسيوم شديد أو بدأ يحصل تغيرات في رسم القلب لقيت البيج تي ويف الكيو ار اس كومبليكسي بدأت توسع دي تغيرات في رسم القلب أو الاس سي تي سيجميند بدأت تنزل فالمريض ده لازم نتعامل معه بسرعة المريض ده بيتحجز آي سي يو وبيكون على مونيترينج طبعا وبنبدأ نتعامل معه فورا إن إحنا نتديله كالسام جولوكونات نتديله أمبول كالسام جولوكونات على مدار من خمس دقايق ممكن لحد نص ساعة الكالسام جولوكونات هنا الهدف منه أنه يقلل تأثير البوتاسيوم على القلب مش بينزل البوتاسيوم على حاجة بنحمل قلب بس كمان بنبدأ للمريض بتاعنا جولوكوز انسولين نجيب عشر وحدات انسولين مائي ونحطهم على 250 سنتي مثلا جولوكوز عشرة في المية أو 100 سنتي جولوكوز 25 في المية ونبدأ نديهم للمريض على مدار 4 ساعات وممكن نديله جلسات فاركولين اللي هو السالبوتامول يعني نديله جلستين أو 3 وبعد القراءة ممكن تقولي ان احنا ممكن نديله لازكس لو المريض بيجيب بول يعني فممكن نديله لازكس وندي محلول ملح اللازكس بيعمل هايبوكالميا بينزل البوتاسيوم وفي نفس الوقت بنيدي محلول ملح من الناحية التانية عشان ما يحصلوش هايبوفوليميا لو احنا خايفين يعني من هايبوفوليميا لكن اهم نقط في العلاج هو الكالسام جولوكونات والجولوكوز انسولين والى حد ما الانهيلد سالبوتامول المهم بعد ما نعمل الكلام ده وبنتابع مستوى البوتاسيوم وبنتابع رسم القلب لو البوتاسيوم نزل والتغيرات اللي في رسم القلب دي اتعدلت فالمريض ده بنتابعه وبنكمل معاه عادي وهنتكلم عنه بعد شوية اما لو لم يستجيب ولسه البوتاسيوم عالي او تغيرات في رسم القلب لسه موجودة فالمريض ده طبعا لازم يدخل غسيل كالوي طارق ونقدر نقول ان ده اول حالة اللي هي امتى المريض يدخل غسيل كالوي طارق في حالات الاي كي اول يبقى اول حالة هي هي يعني لازم الاول نبدأ الحالة الثانية الخطر اللي هي المريض حصل له ارتشاح رئوي بسبب المريض ده برضه بنحجزه عناية ونعمله لو الاكسجين بتاعه قليل بنديله الاكسجين لو المريض بقى بيجيب بول فممكن نديله دايوريتكس زي طبعا لوب دايوريتكس زي الفروزومايت فاحنا هين بستخدم الفروزومايت او اللازكس عشان نقلل الفوليوم اوفرلود دا مش عشان نحول المريض من أوليجوريك لنال أوليجوريك يعني المريض ما بيجيب بول ف fellow volume overload يحنا عايزين نتحكم hing福ه شوية ف بندقى بندقى اللازكس غالبا بيحتاج جرعات عالية في الموضوع دا ممكن يحتاج مثلا 160 ميلي جرام لحد 200 ميلي جرام وانتبعوا في الساعتين اللي بعد كده جاب بول قد ايه هل استجاب لهذه الجرعة أم لم يستجيب فلو استجاب وجاب بنتين مليليتر مثلا في الساعتين دول فممكن بعد كده نكرر هذه الجرعة طبعا بمراكبة المريض بتاعنا وحالته العامة فلو استجاب بنكمل ونعيد الجرعات أما لو لم يستجيب أو من البداية المريض مش مستقر والعيان ديسترزد فالمريض ده بيدخل يغسل كلا فورا يبقى نقدر نقول إن دي الحالة التانية للغسيل الكلة والطارق في عيان الايكي اي إنه يكون عنده بلموناري قديمة أو volume overload not responding to medical treatment وحالته مش مستقرة الحالة الثالثة الخطر اللي لازم نتعامل معها هي metabolic acidosis المريض لو معها حامضية في الدم خصوصا لو كانت شديدة البي اتش أقل من سبعة واثنين برضو المريض ده بيتحاجز عناية مركزة ونعمله monitoring لإننا بنخاف من تأثير هذه الحامضية على القلب ممكن برضو تعمل الرسمية وممكن تعمل الرست ونبدأ ندي للمريض بتاعنا IV sodium bicarbonate بتجيب اتنين قمبول اللي هو الخمسين ميلي اكويفلنت ده على واحد لتر جلوكوس خمسة في المية ونبدأ ندي للمريض بتاعنا IV infusion المعدل بتاعه على حسب شدة الحالة المريض لو البي اتش بتاعته مثلا سبعة أو سبعة واحد أو أقل من سبعة المريض ده بنمشي له المحلول ده بسرعة ممكن نمشيه على مدار ساعة أما لو كانت الحالة أقل خطورة سبعة وخمسة وشر من مية مفيش مشاكل معايا الحالة أكثر استقرارا فممكن نخلي IV infusion ده بطيء ممكن يوصل من أربعة لثمان ساعات والمريض بتاعنا طبعا بنتابع الابجي بتاعه فلو يتحسن الحمد لله بنكمل زي ما هنعرف بعد كده برضو في الاسيدوزز هنمشي معايا ازاي أما لو لم يتحسن أو من البداية كان الاسيدوزز الشديد جدا أقل من سبعة واحد أو أقل من سبعة فالمريض ده برضو بيدخل يغسل كلاه طوارئ ويبقى ده تالت انديكيشن عشان غسيل الكلة والطارئ في عيان الايكي آي الحالة الرابعة الخطر اللي ممكن تيجي هي المريض عنده مشاكل في السي ان اس بالسبب اليوريميا المريض بدأ يدخل في كونفيوجن في كوما أو أو سيجرز التشنجات ومفيش سبب تاني قدامنا واضح وبنقول يعني غالبا ان هي اليوريميا اللي عاملة كده فالمريض ده برضو بيدخل يغسل كلاه طوارئ واخيرا الحالة الخمسة الطارئة هي اليوريميك بريكاردايتس التهاب الغشاء المغلف للقلب ايضا بسبب اليوريميا ممكن تعمل كده ولو ان ده نادر او قليل شوية سواء اليوريميك بريكاردايتس او اليوريميك انسفالوباتي المهم ان هم لو حصلوا وانت شايف ان السبب هو اليوريميا ومفيش سبب تاني قدامك خالص واضح فالحل بيكون ان احنا نغسل كلاه طوارئ لهذا المريض وبكده يا صديق العزيز تكون عرفت الخمس حالات الطوارئ بنتعامل معهم ازاي وهما الخمس حالات الطوارئ اللي ممكن نحتاج نغسل فيهم لهذا المريض غسيل كلاوي طارئ سيفير هايبركاليميا نوترس بوندنج تو ميديكال تريتمنت بالموناري اديما او فوليم اوفرلود برضو نوترس بوندنج تو ميديكال تريتمنت سيفير اسيديوزيز نوترس بوندنج تو ميديكال تريتمنت يوريميك انسفالوباثي يوريميك بريكاردايتس وكلهم طبعا بيتحجزوا اي سيو وزي ما انت شايف ان دواعي الغسيل الكلوي كلها كلينيكال يعني مش اعتمادا على اللابس مش اعتمادا على التحاليل في بعض الاراقة بتقول ان البيو ان لو وصل من 80% فالمريض يغسل كلا طوارئ لكن الكلام ده مختلف عليه شوية والمطبك اكتر هو الكلينيكال زي ما قلنا لو المريض غسل كلا طوارئ فهو بعد كده بيكون محجوز عندك في المستشفى فبنتابع بعد كده وظائف الكلا بتاعته عشان نشوف هل هيحتاج غسيل كلاوي مرة اخرى ولا لا وطبعا بنكون دورنا على السبب وبدأنا في علاجه زي ما هنعرف برضو بعد شوية اما لو كان المريض من الاساس حالته مش خطر مش من ضمن الخمس حالات دول فتعالا مع بعض نعرف ازاي بنتعامل معه طب تعال بس تعال لو انت نمتي يا صديق العزيز ممكن تروح تشرب كوباية شاي الاول وبعدين تجي تجمل الفيديو عشان تبقى مسحصح معانا كده الحالات الاقل خطرا يعني مفيش سيفير هايبر كاليميا مفيش سيفير أسيدوزز مفيش بلموناري إديما مفيش بريكاردايتس مفيش يوريميك انسفالوباتي زي ما احنا قلنا يعني فالمريض ده بنبدأ نتعامل معها واحدة بواحدة بقى اول حاجة بنعملها ان احنا بنفعله خريطة السوائل اللي هو محجوز عندك في الاسم ممكن ده يتحجز في اسم الكلا أو اسم البطنة أو الانترميديات كير يونت عناية متوسطة المريض ده بيتفعله خريطة السوائل لازم نعرف المريض ده بياخد سوائل قد ايه سواء عن طريق الفم أو العلاجات أو المحليل وما الى ذلك وبيخرج قد ايه سواء في البول أو في القيء أو في الاسهال وما الى ذلك في حلقة عن خريطة السوائل لتقدر تشوفها يبقى اول حاجة نفعله خريطة السوائل تانية حاجة اي أدوية نفروتوكسك نوقفها طبعا والنفروتوكسك الكيموثرابي العلاج الكيموي اللي بيسبب مشاكل في الكلا نوقفه السبغات المريض ما ياخدش سبغة بين السلم تازوبكتام وقفه اس وار بسوقفهم ده كمان الأدوية اللي هو بياخدها لازم نشوف لو كان بيحصل لها عن طريق الكلة فلازم نزبط جرعاتها على حسب الجي اف ار اللي بنحسبه او يفضل ان احنا نوقف هذه الأدوية اذا امكن النقطة اللي بعد كده في العلاج نعالج السبب حالات البريرينا الكوزيز وما اكثرها دي اكتر حالة هتشوفها اي كي اي في مستشفى غالبا بتكون بريرينا الكوزيز المريض اللي عنده هايبوفوليميا فقط سويل كتير في الاسهال او في القيء او نزف او كان في حدثة كل الاسباب اللي اتكلمنا عنها في البريرينال فلو لقيت ان المريض بتاعك هايبوفوليميك ومعان خفاض في ضغط الدم معها تاكي كارديا زي ما قلنا فالمريض ده طبعا تديله محاليل وريدية حاجة زي محلول الملح مثلا نورمال سلاين 9 من 10% الجرعة بتكون غالبا كلينيكل يعني مفيش جايد لاينز تقولك اي دي كان بالزبط بس الجرعة كلينيكل ممكن تديله لتر مثلا بولس كده يعني بسرعة الاول وبعد كده تمشيه على انفيوجن 75 مليليتر في الساعة يعني ازازة المحلول اللي هي 500 سنتي مشاهله على 6 ساعات ولا 7 ساعات واستمر على كده وبتحكم على المريض بتاعك وتخلي بالك منه عشان ما يدخلش في فوليوب اوفرلود ودايما بتسمع صدر المريض بتاعك المريض ما يدخلش بالموناري قديمة منك بسبب المحاليل اللي انت بتديها طبعا المريض لو كان عنده او بانكرياتايتس هيحتاج محاليل اكتر من كده كمان فلو كانت الاسباب بري رينال بسبب زي ما قلنا بنده للمريض ده محاليل وردية اما لو كانت بسبب يعني كمية الدم ما قلتش بس هو عنده مشكلة في القلب يبقى هنعالج المشكلة اللي حصلت المريض عنده اما اي نعالج الام اي جلطة القلب عنده هارت فاليور نعالج هارت فاليور غالبا هيدينه مضررات بول وحاجات تقلل الافترلود الحاجات دي عنده تامبونات نعالج تامبونات كل ده باستشارة طبيب القلب طبعا مريض تاني نزف دم كميات كتيرة نعوضه بدم ونديله محاليل لحد الدم ما ييجي مريض لو عنده سيبتيك شوك ممكن يحتاج محاليل وعناية مركزة طبعا ومضادات حيوية وما الى ذلك مريض معه هباتورينال سندروم المشكلة في الكبد المريض ده بتاع الهباتورينال سندروم بيحتاج قلبي ومين ازاز الصبح وازازة بالليل وممكن نديله حاجة زي الميلو درين قرص تلات مرات في اليوم فالمهم ان بالنسبة لك كطبيب حديث التخرج اهم حاجة هي والبوست رينالكوزز والبري رينالكوزز بالذات اللي فيها هايبوفيليميا لان المريض ده بيحتاج محاليل والمريض ده غالبا لما بتصلح هايبوفيليميا غالبا الايكي اويل بيتصلح معه كمان طبعا تخلي بالك من البوست رينالكوزز زي مولتلك لو فيه اي انسداد في اي مكان تجيب طبيب المسالك البولية بيتدخل سواء جراحيا او باي طريقة ويحل هذا الانسداد الموضوع بيتحسن مع المريض المريض لو عنده ممكن نركب له اسطرة لو مفيش ريسك او مفيش خطورة من تركيب الاسطرة اسطرة بولية طبعا اما لو كان السبب رينالكوز فغالبا هتستشير طبيب الكلا تقول لي تبعرف منين ان هو رينالكوزز اقول لك ما احنا قلنا اولا فيه حاجات بتفرق بين البريرينالكوزز وتيوبلا الانجري كمان تحليل البول ممكن تلاقي فيه براون جرانيول كاست ازي ما قلنا تحليل البول ممكن تلاقي فيه هيماتوريا بروتونوريا أربيسيز كاست بسمورفك أربيسيز ممكن بعض التحليل لو انت كنت عملتها زي الانكا والانتيجلومرابيزمنت ممبرين انتيبوديز او لو المريض ما عامل الاساس سيستيم كلوبس او انت عملت لي تحليل السيستيم كلوبس احنا تكلمنا عن حاجات دي في التحاليل فلو السبب كان رينال بتجيب طبيب الكلا اللي بتعامل مع كل سبب على حسب هو ايه بالزبط وزي ما قلنا اشهر الاسباب لما بنوقف الدواء المسبب الموضوع بيتحسن في خلال اسابيع كمان لو كان سبب برضو لما بنسلحها ان شاء الله الامور بتتحسن مع المريض بتاعنا كمان طبعا المريض لو عنده او المشكلة بسبب عدوة في المسالك البولية طبعا لازم نعالجها النقطة اللي بعد كده اللي نتكلم عنها هي دايوريتيكس او مدرات البول خصوصا طبعا اللوب دايوريتيكس زي الفيروزمايد هل مفيد معانا ولا مش مفيد لو كان المريض معاه بس طبعا مش خطر لانه لو كان خطر كنا هنعمله غسيل كلاوي ازا لما استجيب طبعا لكن احنا بنتكلم من فيه والمريض السوائل اللي دخلاله اكتر من اللي خارجة منه لانه مثلا بياخد ادوية كتير عن طريق الوريد فيها فليوتز وفيها حاجات زي كده واخراج البول بتاعه قليل شوية فطبعا لازم نشوف البالانس ده وممكن في الوقت ده نتديله مدرات بول فمدرات البول زي اللازيكس في الحالة دي في حالات بتكون مفيدة ممكن نبدا نتديله جرعة 80 ميلي جرام مثلا وبنشوف ادرار البول بعدها حصل قد ايه بالزبط لو جابت نتيجة وده مش متوقع يعني بس لو جابت نتيجة في الساعتين اللي بعدها زاد ادرار البول ممكن نبقى نكرر الجرعة دي بعد كده لو ما جابتش نتيجة ممكن ندي جرعة اعلى زي مثلا 160 ميلي جرام لو جابت نتيجة ممكن نجررها بعد كده كل 8 ساعات عشان ده ما يزيتش وما يحصلش حاجة زيط بالمناريق ديما الفروزومايد او اللازكس بيكون لي فايدة كمان انه هيقلل لك البوتاسيوم بيعمل هيبوكاليميا لكن خلي بالك كمان لانه بيقلل الكالسيوم وبيقلل الماغنسيوم فنخلي بالنا من المريب بتاعنا النقطة اللي بعد كده اللي نتكلم عنها هي الهايبركاليميا ارتفاع البوتاسيوم زي ما قلنا لو كان شديد فاحنا قلنا بنتعامل معايز زي اصلا لكن لو ارتفاع بسيط اقل من 6 ونص مثلا وطبعا رسم القلب ما فوش حاجة فالمريد ده نخليه يمتنع عن الطعام اللي معروف ان فيه بوتاسيوم كتير زي الموز والبطاطس مثلا والاطعمة التانية دي كمان ما ياخدش ادوية فيها بوتاسيوم بعض الادوية فيها بوتاسيوم كمان يوقف الاس والاربس بيعملوا هيباركاليميا لو المريد كان معاه هيبوفوليميا كمية السوايل اللي في الانترافاسكولار دي قليلة نديه له محليل لان دي برضو هتزبط البوتاسيوم مدرات البول ممكن تساعد شوية زي ما قولنا ممكن ندي المريد بتاعنا بقى بوتاسيوم بعض الادوية اللي بتمسك في البوتاسيوم وتمنع امتصاصه في الجهاز الهضمي وتخليه ينزل في البراز زي طبعا سوديوم بولسترين سالفيت حاجة في السوق زي ريزنو كاتين نديله ميكيال كل 12 ساعة او حاجة تانية زي السوديوم زيركونيوم سايكلو سيليكيت اللي هي زي الكلمة مسلا واحنا كنا نتكلمنا عن حلقة اللي هي الهايبركاليميا حلقة كمنا تقدر تشوفها وبعد كده بنتابع البوتاسيوم بتاع المريد بتاعنا بشكل منتظم النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها هي أسيدوزز المريد عنده أسيدوزز بس طبعا البي اتش اكتر من 7 و 2 لان هي لو اقال من 7 و 2 من 10 فاحنا نتكلمنا عنها قبل كده فلو كانت اكتر من 7 و 2 من 10 ممكن ندي للمريد بتاعنا نديه قرص مرتين في اليوم لكن نخلي بالنا ان السوديوب في صديم ممكن يعمل يزودي في مريد بتاعنا كمان ممكن يقلل فبرضو نخلي بالنا من النقطة دي النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم عنها هي المريد بتاعنا ممكن يكون الفوسفرس بتاعها عالي فلو كان اكدر من 5 و نص فاحنا بنخلي المريد بتاعنا يمنع رضو الاطعمة اللي فيها فوسفرس كتير وممكن ندي فوسفرس بايندرز حاجة زي الكالسيوم كربونيت مثلا أورس مرتين أو ثلاثة في اليوم أو الكالسيوم أسيتيت النقطة اللي بعد كده هي الهايبوكالسيميا برضو المريض بتاعنا ممكن يبقى معها هايبوكالسيميا الكالسيوم منخفض عنده خصوصا طبعا اللي بنحكم عليه هو الايونيزد كالسيوم فلو كان المريض معاه نقص جديد في الكالسيوم ومعاه أعراض لازم يكون معاه أعراض حاجة مثلا زي التتاني فالمريض ده بنتديله كالسيوم آي في بنتديله أمبول عشرة ملي عشرة في المية كالسيوم جولوكونيت على مدار عشر دايق بعد كده بنجيب أمبولين أو ثلاثة ونحطهم على ألف ملي لتر على لتر يعني جولوكوز خمسة في المية ونمشيه ببطئة على مدار من 12 إلى 24 ساعة لكن الحالة دي مش بنشوفها كتير أما لو كان الكالسيوم قليل بس المريض ما فيش معاه أعراض وده غالبا اللي هتشوفه فالمريض ده بس بنتديله كالسيوم عن طريق الفم حاجة زي الكالسيوم كربونيت برضو أورس مرتين أو ثلاثة في اليوم ونتابع بعد كده مستوى الكالسيوم معنا النقطة اللي بعد كده هي الضايت المريض بتاعنا طبعا نخليه يأكل طعام زي ما قولنا قليل في البوتاسيوم عشان البوتاسيوم بتاعهم كان عالي وقليل في الفوسفرس ازا كان الفوسفرس بتاعه عالي وقليل في السوديوم طبعا عشان الفوليوم أوفرلود أما بالنسبة للبروتين فبنتديله تقريبا 1 جرام لكل كيلو في اليوم المريض لو وزنه 80 ياخد 80 جرام وبننسبه لشرب الماء فالمريض بتاعنا لو كان عنده هايبوفوليميا بسبب مثلا نطيق أو إسهال الحاجات اللي قلنا عليها دي فالمريض ده بنشجعه على إنه يشرب سويل كتير أما لو كان المريض عنده سبب آخر ومعاه أوليجورية يعني كده كده مش بيخرج بول كتير فأنت لازم نخلي بالنا شوية من المية اللي بيشربها غالبا غالبا في معظم الأحوال بنخليه يشرب من لتر للتر ونص في اليوم في رأي تاني بيقولك شو في المريض ده خرج بول قد إيه مبارح ما احنا كده كده نفعلين خريطة السويل ونفرض إنه خرج مبارح 500 سنتي أو 500 ميليليتر بول فيقولك النهاردة نديله 500 سنتي اللي هو خرجهم دول هنديله 500 سنتي مية يشربهم بالإضافة إلى 500 عشان الانسنس بالنص ممكن يخرج سويل عن طريق العرق أو عن طريق البراس حاجات تامية فهو لو خرج 500 نديله النهاردة ألف خرج ألف نديله ألف ونص عشان برضو خايفين من الفوليوم أوفرلوت طبعا النقطة اللي بعد كده في العلاج طبعا هي الفولو أب إن انت تتابع وظائف الكلا بتاع هذا المريض بشكل دوري كل 24 ساعة أو قبل كل 24 ساعة إذا لازم الأمر الإي بي جي واليوريا والكرياتينين والمعادن اللي نتكلمنا عنها والحاجات دي ووزن المريض يوميا إذا أمكن عشان أي زيادة بتقول إن فيه فوليوم أوفرلوت برضو أو المريض بيجمع سويل وإعلاج السبب وطبعا لو عندك طبيب كلا أو فيه قسم كلا فهو هيتابع المريض بتاعك وأخيرا في نقطة بس في بعض الحالات بتبقى محيرة ما تقدرش تحكم على الانترا فيسكولار فوليوم بتاعها هل هو هايبوفوليميك والله هايبرفوليميك والدنيا مش واضحة معاك في بعض الحالات دي يعني بس مش كتير ممكن نركب للمريض بتاعنا سنترال فينس كاتيتر ونقسلت سنترال فينس بريشر عشان نعرف يعني الفوليوم ستيتاس جواه عاملة إيه بالزبط لو كانت قليلة فبيحتاج محليل وكده لو كان فوليوم أوفرلودت بنزود من تردات البول وهكذا زي ما تكلمنا وبكده يبقى خلصنا حلقاتنا النهاردة معلش حلقة طويلة شوية ورخمة بس يعني لازم وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم